جسر جوي وبري أنشأه الأردن لإيصال المساعدات إلى الشقيقة سوريا كما وصفها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه بالمجرم بشار في دمشق ليس الغريب فيه أن تستثنى من تلك المساعدات المبنية على أساس الأخوة أجزاء أصيلة من هذه الشقيقة في شمال غربها لا لشيء إلا لأنها تقع خارج سلطة الميليشيات التي تحكمها ثمث هذا التصرف اعتاده الثوار السوريون وهم الذين جربوا من قبل إغلاق السلطات الأردنية لمعبر نصيب في وجههم طوال سنوات سيطرتهم على درع ومن ثم إعادة فتحه بعد سيطرة الأسد عليه بأيام ولكن المستغرب لديهم فعلا أن تنهل المساعدات الأردنية على نفس الميليشيات التي تؤرق حرس الحدود الأردني منذ سنوات حيث تخوض تلك القوات حربا حقيقية مع تجار المخدرات على حدودها مع سوريا وسبق للملك الأردني أن زار تلك القوات وشد من عزيمتها وطلب منها أن ترثي هؤلاء المحاربين العين الحمراء من خلال القتال والتصدي لهم ويعلم الأردن جيدا أن من يقف وراء عمليات التهريب هم آل الأسد بكافة المؤسسات التي يديرونها باسم الدولة السورية وقد تمكنوا من العثور على هويات تتبع للفرقة الرابعة من عدد من المهاربين الذين تم قتلهم خلال إفشال بعض من عمليات التهريب التي كادت لا تتوقف بل إن المخابرات الأردنية سجلت اعترافات لجنود من الفرقة الرابعة ألقي القبض عليهم أثناء قيامهم بالتهريب واعترفوا بتلقيهم الأوامر المباشرة من قاداتهم للقيام بذلك وأرسلت تلك التسجيلات إلى دمشق لكن الأخيرة التزمت الصمت بطبيعة الحال والأعجب من ذلك أن عمليات التهريب تلك لم تتوقف بعد حدوث الزلزال حيث تم الكشف عن آخرها قبل أربعة أيام فقط إذ أحبط عناصر إدارة مكافحة المخدرات الأردنية محاولة لتهريب ثمانمائة ألف حبة مخدرة إلى الدول المجاورة بحسب قناة المملكة نقلا عن عامر السرطاوي الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية فهل يدرك الشعب الأردني أن الأموال التي ترسلها حكومته من قوت يومه إلى ميليشيات الأسد لا تصل إلى المحتاجين البتة بل تتم إعادة تدويرها إلى سموم مخدرة وآفات قاتلة ترجع إليهم على شكل شاحنات متتابعة يقتل حرس الحدود الأردني خلال اشتباكه لإحباط بعضها ويقتل أبناء الأردنيين ببعضها الآخر الذي يعجز عن إحباطه